جميل طيب نتابع جزء الثاني من المؤتمر الصحفي مشاهدين الكرام لكن هذه المرة الحديث للكابتن علي الحبسي الحارس الدولي العماني اعتقد الفوز اللي قدمناه امام نادي العين كان فوز جدا مهم لمشوار النادي خلال هذا الموسم الجميع يدرك ان نادي العين او مباراتنا كان نادي العين كان من مباريات اللي كان الكل ينظر اليها فالحمد لله اللعبين بعد خصوصا انا اتكلم عن اللعبين المنتخب اللي راحوا تقريبا اكثر عشر لعبين من المنتخب عاشوا ضغوطات جدا كبيرة امام منتخب بعد مبارات الامارات والحمد لله الله وفق وصعد على كاس العالم مع مبارات اليابان اعتقد بعد هذه الضغوطات الكبيرة اجت مباراة يمكن ما تقل بالنسبة للعبين في نادي الهلال موئية مبارات العين فالحمد لله رب العالمين لعبوا بثقة جدا كبيرة لعبوا بثقة نادي الهلال عراقة نادي الهلال وقدروا انهم يتعدوا هذا المباراة المهم من هذا الموسم مثل ما تفضلت وتكلمت ان كل لاعب يجي ويدخل من ضمن 11 لاعب لازم يكون في اتم الجاهزية مباراة نادي العين كان فيها نقص كبير من لاعبين نادي الهلال ولكن اثبت اللاعبين اللي دخلوا الملعب جدارتهم حقيتهم انهم جايين لهذا الكيان انهم موسم رح يكون جدا مميز والحمد لله قدموا مستوىات جدا كبيرة وفزنا في المباراة مباراة احد ما اعتقد انه من المفروض انه تكون اهمية اقل من المباراة اللي رح نلعب هذا الموسم فاتمنى ان احنا ان نكون بنفس التركيز بنفس الرتم اللي احنا دايما نلعب فيه كل لاعب المدرب يعطيه الفرصة ان يلعب لازم يثبت وجوده دايما لما يكون عندك لاعبين في مستوى واحد اشتركوا في القناة